السلام عليكم أيها الأصدقاء و أهلا و مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد و الأسطورة و كان عادا على قناتكم GAMES PARK هناك بعض الأشخاص يقومون بسؤالي دائما عن إستغرام و كذلك على تعليقات في اليوتيوب يقولون لي كيف حصلت على 5040 كوينز و هل أنا أقوم بالشحن أم أنني أحصل على الكوينز عن طريقة الأحداث الموجودة في اللعبة اليوم يا أصدقاء سوف أجيبكم كيف حصلت على 5040 كوينز و كيف قمت بتجميعها دون أن أقوم بالشحن ولا مرة واحدة في حياتي إذن أصدقائي و قبل الدخول في هذا المقطع المرجو من كي ستيقيد عن أني بزرق في هذا المقطع اشترك في قناة إذا كنت غير مشترك بعد كذلك فعل زر أجرس حتى تكون من بين أول أشخاص الذين يشاهدون المقاطع الجديدة على القناة و لا تنسى ترك تعليق محفزنا و التواصل معي على انستغرام أتظار أمامك الآن في الشاشة إذا كان لديك أي تساؤل اطرح سؤالك عليه في انستغرام سوف أجيب الجميع إن شاء الله رابط حسابي على انستغرام موجود فلوس أسفل هذا المقطع اضغط على الرابط سوف تتوجه مباشرة إلى حسابي على انستغرام أسلق لي رسالة سوف أجيب الجميع إن شاء الله و لعنا أصدقاء ندخل في المقطع اليوم حسناني أصدقاء بالنسبة للكوينز الذي لديه فأنا شخصيا كما قلت لكم أصدقاء لم أقوم بالشحن ولا مرة واحدة في حياتي منذ بدأت ألعب بيس يعني أنا ألعب شخصيا بيس من 2018 يعني في المسمى القديم بيس أما الحاليا فهي فوتبور يعني منذ بيس 2018 أصدقاء لم أقوم بالشحن ولا مرة في حياتي كنت أعتمد على جمع الكوينز فقط من الأحداث التي كانت يعني وسط اللعبة في بيس 2018 2019 2020 2021 كنا نحصل على مائتين كوينز من الماتش دي أصدقاء الذي كان ينزل معنا دائما كنا نحصل من على مائتين كوينز كذلك كنا نحصل على بعد الكوينز من هدايا تسجيل الدخول اليومي يعني كانت هناك هدايا جيدة للحصول على الكوينز وتجميع الكوينز في النسخ القديمة من بيس أما حاليا أصدقاء فهناك يعني القليل من الكوينز الموجود معنا في إفوتبول يعني منذ دخول إفوتبول يعني هناك مشكل في الكوينز وبالتالي لا يمكنك تجميع عدد كبير من الكوينز إذن أصدقاء بالنسبة لأنا شخصيا كيف قمت بجمع خمسة ألاف وأربعون كوينز أنا شخصيا أصدقاء أقوم بجمع الكوينز منذ بيس 2021 يعني قبل دخول نسخة إفوتبول كنت أقوم بتجميع الكوينز من أجل الحصول على لاعبين جيدين عند قيامي بأتحديث من بيس 2021 إلى إفوتبول 2022 كذلك إفوتبول 2023 كنت أتوقع نزول باكجاز ضخمة أصدقاء حتى أقوم بأتعاقد مع لاعبين وشير باكجاز في إفوتبول يعني قمت بتجميع العديد من الكوينز في بيس ومع دخول إفوتبول لما أرى أن هناك باكجاز تستحق الشراء كانت لدي تشكيلة جيدة كنت أستطيع الفوز واللعب بشكل عادي وبالتالي أقوم بتعاقد مع الكثير من اللاعبين يعني حتى الباكجات التي تنزل معنا حاليا لا أقوم بالفتح عليها وحتى عندما نزل معنا باكج الأرجنتين والبرازيل لا أقوم بشراء أي باكج يعني تشكيلتي حاليا فهي تشكيلة متواضعة لا أقوم باللعب بشكل عادي ولا أقوم حتى بفتح على الباكجات الموجودة حاليا مثلا عندما أقوم بالتغط على كونترا واني أستقاع فكما تشاهدون هنا مثلا أستقاع في باكج الكلاسيكو لم أقوم بالفتح عليه كذلك باكج رومال أقوم بالفتح عليه أستقاع وحتى يعني الباكج الخاص بالفورتريس لم أقوم بالفتح عليه وحتى الباكج الصابق الخاص بالفينومنال فينيشين لم أقوم بالفتح عليه يعني أنا شخصيا أستقاع لا أقوم بالفتح كثيرا على الباكجات التي تنزل معنا وبالتالي اقوم بتجميع الكونز من أجل الحزن حتى بالنسبة لباكجات نجوم الأسبوع الأصبع لا اقوم بالفتح عليها غالبا ما اعتمد على فتحة مجانية التي نحصل عليها كل يوم خمية أصدقاء من حدث أوفلاين وبالتالي اقوم بالاعتمد على فتحة مجانية في الحصول على لاعب من باكج نجوم الأسبوع وفي بعض الأحيان النادرة لا اقوم بالفتح على باكجات يعني ص replica كنت اقوم بالفتح على باكجات البيكстраيم والإبيك ولكن لم اكن احصل على لاعبين المشكلة أنه في بعض الأشخاص يعني يقومون بصرف الكثير من الكوينز يعني حتى يصبح لديهم صفر كوينز وهذا شيء خاطئ يا أصدقاء لا تقوموا بالفتح على نفس الباكيج أكثر من مراتين أو ثلاث مرات يعني أنت تريد لاعب نعم لكن أن تقوم بصرف أكثر من ثلاث مئة كوينز على نفس الباكيج ومن أجل حصوله على لاعب هذا يعني يسمى تضييع للكوينز وبالتالي عندما ينزل باكيج أفضل من الباكيج الموجود حاليا سوف تجد أنه ليس معك كوينز وبالتالي تقوم بتضييع باكيج مميز من أجل أنك كنت تريد حصول على لاعب من باكيج آخر وذلك الباكيج أصلا كان ضعيف والباكيج الموجود حاليا هو باكيج أقوى لذلك أتقع نصيحة مني أنا شخصيا لا تقوموا بالفتح على نفس الباكيج أكثر من ثلاث مرات أنا حاليا لا أتكلم مع الأشخاص الذين يعني يقومون بالشحن ويقومون بالحصول على الكوينز دائما يعني أولئك الأشخاص يعني يمكنهم ألفت بشكل عادي لأنهم يعني يقومون بالشحن لكن أنا أتكلم مع الأشخاص الذين ليس لهم كوينز أو لسا عندهم كوينز ولا يقومون بالشحن يعني يا صديقي قوم دائما بتجميع الكوينز ولا تقوم بصرف أكثر من ثلاث مائة كوينز أو مائة كوينز على نفس الباكيج أكبر قدر من الكوينز أنا شخصيا قمت بصرفه على باكيج واحد كان هو باكيج إي سيميران كنت أريد يعني الحصول على اللاعب خولة قمت بصرف خمسمائة كوينز وبالتالي لم أحصل على اللاعب خولة أصدقاء يعني اللاعب الذي كنت يعني أحتاجه في الفريق يعني كان يلعب سيم أف يلعب لك يعني قلب الدفاع يلعب لك كايم أف كنت أريد الحصول على ذلك اللاعب قمت بصرف خمسمائة كوينز في الباكيج ولم أقوم بالحصول لا على خولة ولا على أي لاعب أخر جيد من ذلك الباكيج يعني كنت أحصل على لاعبين عاديين وبالتالي أصدقاء لا أنصحكم بالفتح على الباكج في الكثير من المرات يعني إذا كان الباكج يريدك أن تحصل على لاعب جيد سوف يعطيك لاعب جيد من المرة الأولى الثانية أكثر من ذلك أصدقاء فلن تحصل على لاعب وسوف تقوم بإضاءة الكوينز فقط وسوف تضيع فرصة التعاقد مع لاعبين جيدين من الباكجات القادمة يعني أصدقاء هذه هي السياسة أو الطريقة التي اعتمدت عليها في جمع 5040 كوينز إذا اعتمدتم على نفس الأسلوب الذي اعتمد عليه أنا يا شخصي أصدقاء يعني أنا متأكد 100% سوف تجمعون كذلك أنتم 2000-3000-4000-5000 كوينز بدون أن تشحن ولا مرة يعني لا تقوم بصرف الكوينز على الباكجات الموجودة حاليا أصدقاء كنصيحة مني لا تقوم بصرف أكثر من 100 كوينز أو 120 كوينز على نفس الباكج حاليا يعني حتى الباكجات الموجودة حاليا في اللعبة هي باكجات ضعيفة أنا أقولها لكم بصراحة الباكجات ضعيفة أصدقاء انتظروا الباكجات القادمة سوف تكون أسطوري خاصة يعني الحزم أنا شخصيا أنتظر الحزم أصدقاء وسوف أقوم بصرف الكوينز الذي عندي حاليا على الحزم أصدقاء يعني الحزم سوف تكون ب900 أو يعني 2500 كوينز سوف تكون أسطوري يعني أنت أقوم بصرف 100 كوينز 200 أو 300 كوينز على الباكج يعني لأجل حصول على لعب والباكج أصلا فيه لعبين كتر يعني نسبة حصولك على ذلك اللعب الذي تريد تكون ضعيفة وبالتالي أصدقاء تقومون بصرف الكوينز بشكل خاطئ على الباكجات أنا شخصيا أصدقاء أحصل على الكوينز يعني من الأحذاج الموجودة حاليا في اللعبة كما تشاهدون أصدقاء أحصل يعني على الكوينز من الباكجات كما تشاهدون أصدقاء يعني الأحداث الأولاين هنا أصدقاء كما تشاهدون احصل على 50 كوينز. يعني حتى الكونز الخاص بنايمار يعني او الخاص يعني التسجيل باللاعب نايمار لم اقوم بالحصول عليها حاليا يعني 60 كوينز لم اقوم بالحصول عليها حتى الان كذلك قمت بتضيع 40 كوينز الخاصة بالسجيل الدخول اليومي. فكما تشاهدون ان اصدقائه هنا لازالت 60 كوينز تنتظرون وبالتالي عندما احصل على 60 كوينز سوف تصبح معي 5100 كوينز وحتى اذا قمت مثلا بصرف 100 كوينز على سوف يتبقى معي خمسة الاف كوينز يعني انا شخصيا لان اتضرر من الفتح على اي باكيج اريد يعني هذه السياسة الاصطقاء التي يجب عليكم اتباعها. دائما تقومون بصرف الكونز الذي تروه انه يعني زائد ولن تحتاجونه. يعني امات كوينز حتى اذا قمت بصرفها انا شخصيا لن تضرني وسوف يبقى معي خمسة الاف كوينز وبتالي يمكن ان يفتح على اي باكيج اريد مستقبلا اذا كان باكيج جيد وفي لاعبين سوف ينفعونني في تشكيلات. يعني هذه هي الطريقة الصحيحة لصرف الكونز اصطقاء. كذلك هناك احداث قادمة ان شاء الله سوف يكون فيها كوينز وسوف تساعدكم على جمع الكوينز. انا حاليا اصطقاء الهدف الخاص به هو الوصول الى عشرة الاف كوينز وبتالي سوف اقوم بعمل فيديو ستوري حول تفجير احد الباكجات او الباكجات التي سوف تنزل معنا مستقبلا سوف اقوم بصرف تلك العشرة الاف كوينز كاملة دفعة واحدة على الباكجات التي سوف تنزل معنا مستقبلا. اذا يا شباب كان هذا كل شيء فيما يخص مقطع اليوم. بخصوص الخمسة الاف واربعون كوينز التي لديها اصطقاء وكيف قمت بتجميعها والنصيحة التي قلت لكم اصطقاء لا تقوموا بصرف اكثر من مائتين او تلاتمائة كوينز على نفس الباكج وقوموا بتجميع الكوينز من جمعي الاحداث يعني من خلال هدايا تسجيل دخول اليوم ومن خلال احداث الاحداث الخاصة بتسجيل الاف باللاعب لايمار لا تقوموا بتضيع اي كوينز موجود حاليا في اللعبة وقوموا بتجميع الكوينز وعدم الفتحة الكثيرة على نفس الباكج. الى هنا اي انتهي مقطع اليوم اصطقاء اذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا ادعمنا بالزر لايك اشترك في قناة اذا كنت غير مشترك بعد يا صديقي فعل زر اجرس حتى تكون من بين اوال الاشخاص الذين يشهدوا المقاطع الجديدة على القناة كذلك لا تنسى ترك تعليق محافظين وتوازن معي على انستغرام انطير امامك الان في الشاشة اذا كان لديك اي تساؤل واشترك لي رسالة على انستغرام سوف اجيب الجميع ان شاء الله رابط حسابي على انستغرام موجود في الوسط اسفل هذا المقطع يكفي الضغط على الرابط سوف تتواجه مباشرة واشترك لي رسالة سوف اجيبك بسرعة الى هنا اي انتهي مقطع اليوم اراك في مقطع قادم ان شاء الله وداه